اعلن سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني اعلن وجود 62 مشروعا بقطاعي الطرق والصرف الصحي قيد التنفيذ منذ العام 2014 بواقع 37 مشروعا بالطرق و25 مشروعا بالصرف الصحي وقال سعادة الوزير ردا على سؤال النيابي عن مشاريع البنى التحتية المنجزة والتي تم شروع بها بعد اقرار برنامج عمل الحكومة ان مشاريع الوزارة المستمرة ضمن منظومة عمل الحكومة مقسمة على عدة مراحل سواء بنسبة لمشاريع الصرف الصحي أو الطرق أو مشاريع الحدائق والتشجير وان ذلك يعتمد على طبيعة كل مشروع من حيث الحجم والميزانية المخصصة له او المعاوقات التي قد تعترض التنفيذ وقال الوزير ان هناك 98 مشروعا بدأت الوزارة بتنفيذها قبل 2014 في قطاعي الصرف الصحي والطرق انتهى منها 35 مشروعا فيما يجري تنفيذ 62 مشروعا وتم تأجيل مشروع واحد